بداية كيف تابعتم تفاعل الشارع والطيارات السياسية الليبية مع الأوضاع التي تشهدها غزة منذ 79 يوما بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا لكم ولي قناتكم المقرأ أهلا طبعا الأحداث فلسطين ليست حديثة العهد نحن نتابع أحداث فلسطين من سنوات وكبرنا مع هذه القضية بالتأكيد الضربة هذه الأخيرة كانت ضربة قوية جدا تفاعل معها كل الشعب الليبي بكل أطيافه عندنا عدة تظاهر في الشوارع عندنا حملات مقاطعة على المستوى الشعبي والرسمي عدة أمور أنا الآن اليوم أمثل المجلس الأعلى للدولة في حضور مؤسسة نساء الأقصى في مؤتمر بعنوان طوفان الأقصى نساء الأمة طوفان الأقصى فتفاعل الشعب الليبي تفاعل كبير وهذه قضيتنا الأولى بالتأكيد سيكون لها حيز كبير في حياتنا اليومية نتفاعل مع الأحداث في السوشيال ميديا القنوات الإخبارية بصورة عامة نتسمر أمامها ليلة النهار فمتفاعلين بكل ما نملك من وجدان من دعاء من أمال من تبرعات بالتأكيد هذه واجب علينا ماذا عن الأطر التي يمكن لليبيا أن تقدم من خلالها الدعم والعون للفلسطينيين عموما وطبعا بلا شك أهل غزة حاليا الأطر ممكن تكون كثيرة منها نحن الآن نشهد مجاعة في غزة وللأسف الحدود مغلقة فنطالب بالمجتمع الدولي أن يفتح الحدود مع مصر معبر رفح والمعابر الأخرى إذا كانت موجودة على طول الحدود مع الأردن مثلا فيفتحوا يعطوا هدنة إنسانية نطالب بهذه كأولوية من أولويات المرحلة أن تدخل المساعدات وهذه ناحية إنسانية يعني بعيدة حتى عن أدوار الحرب فنحن نطالب الأمم المتحدة أن تقوم بدورها على أكمل وجه أن لا تقف مع الجلات الأمم المتحدة والمجتمع الغربي ولاحظنا للأسف انحياز كامل للإحتلال الصهيوني وضد غزة أقل شيء نطالبه أولا أن تفتح الحدود وأن تدخل المساعدات الإنسانية وأن يترك مجال للجرحة للعلاج في خارج فلسطين باعتبار أن المؤسسات الصحية كلها دمرت ولم يبقى لها يعني لا وقود لا اتصالات لا حصار كامل خانق على الشعب الفلسطيني فهذه يعني من أعتقد هي من أولويات البشر من الإنسانية فما بالك إحنا العرب والمسلمين ماذا عن السبل الدبلوماسية؟ ما الذي يمكن أن تسلكه ليبيا في سياق السبل الدبلوماسية لتقديم الدعم والعون؟ أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لم تترك مجال للتفاوض أو للأطر السياسية أن تتدخل أو إدارة الحكومة الأمريكية بايدون يعطي فيه مجال أطول لإسرائيل للضرب يعني لا أعتقد أن هناك مجال أو حتى إذا كان إحنا في سبيل أن نفرج على أخوتنا في فلسطين مستعدين أن نتفاوض معهم أن يعطونا بأي طريقة أي دولة عربية تتفاوض معهم ويعطوا مجال لكن الآن حسب ما نرى على الساحة لا يوجد منفس واحد أنه يؤدي للتهدئة أو يؤدي إلى فتح الحدود وإدخال المساعدات نتمنى أن نجد بعض المسارات لكن أي كيف ترون الحالة الغليان التي شهدها الشارع الغربي إثرى ما يحدث في غزة والفجوة التي وقعت بينه وبين النخبة السياسية التي تحكمه أعتقد أن الحرب الأخيرة في غزة وما قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية من تبات ومن معاملة إنسانية للأسرى الإسرائيليين من معاملتهم أعطت أيضا حتى ما حدث للناس من مصائب من أعطت انطباع بالدات قتل النساء والأطفال فأعطى انطباع طيب وتفاعلت الشعوب كلها تفاعلت مع القضية الفلسطينية وأصبحت يوميات المواطن سواء في أمريكا أو في أوروبا ونلاحظوا في المواقع التواصل أنهم متواصلين بشكل كبير وأترع للساحة لكن في البداية لكن الآن أصبح قل الدعم وقل المظاهرات حتى في الوطن العربي حتى في العالم العربي في الأول كانت قوية وبعدين اندترت بالرغم أن الوضع المأساوي الآن لتمر به غزة والحصار هو في أشد الحاجة لأنه يتحرك للشعوب وهذا ما جئنا لأجله من ليبيا ومن كل الدول العربية والإسلامية لدعوة كريمة من مؤسسة نساء الأقصى نريد أن نوصل صوتنا كنساء مسلمات عربيات أن نحن لا نستجدل منطقة الغرب أو الأمم المتحدة نطالبهم بأن يقوموا بحقوقهم الإنسانية حسب ميطاق الأمم المتحدة أين الإنسانية؟ 70% من القتلى من النساء والأطفال يعني شيء يندى له الجابين يعني شيء حتى غير العربي وغير الإسلامي انتفضوا ويعني تألم للمناظر اللي نشوفوا فاها يوميا فما بالك بنحن العرب والمسلمين طبعا نطالب المجتمع الدولي أن يقوم بدورها الفعال والأمم المتحدة أن تأخذ مجالها ومنظمات الأمم المتحدة وأن تسمح بهدنة إنسانية لدخول المساعدات الطبية والغدائية أستاذ سعاد يعني أريد أن توقف عند النقطة التي ذكرتها قبل قليل بأن الزخم انخفض سواء في الغرب أو حتى في العالم العربي والإسلامي رغم أن الحاجة إلى هذا الزخم الآن أكثر من ذي قبل بتصورك كيف يمكن إعادة الحياة إلى هذا الزخم الشعبي كيف يمكن إعادة الحياة للشارع لتشكيل ضغط ورأي عامة أعتقد أنا من الناس اللي كنت نقول أن الصحوة العربية أو الضمير العربي كيف يصحى نحتاج إلى بناء أجيال لكن ما فعلته غزة غير الفكر تغيير كبير أصبحت رجعت القضية الفلسطينية إلى الواجهة أرجعها كانوا أطفالنا ربما نسوا حتى القضية الفلسطينية الآن أصبحت حديث الشارع وحديث البيت العربي يوميا أطفالنا يسألوا فينا مثلا عندي المقاطعة مثلا موضوع المقاطعة موضوع الدعاء عندنا عدة تهور نساعدوا بها خدنا الفلسطينيين فرجعت القضية الفلسطينية أقوى من ذي قبل فهذه أراها وربما من هذه المحنة أن نستنتج منح المنح هذه واحدة منهم أن القضية الفلسطينية رجعت للواجهة أن الحق لابد أن يعود لأهله وهذا إيمان مطلق لدينا بأن القضية قضية حق وباطل وأن الحق سينتصر وهذا بإذن الله موعدون بالنصر لكن نصر على بحر من الدماء هذا ما يؤلم والحمد لله أن أخوتنا الفلسطينيين 75 سنة صابرين على الاعتقالات على السجون على الاستهزاء على البوابات على المجازر الجماعية يعني إلى متى سيبقى هذا الحال فلابد أن ينتهي هذا الظلم وهذا الليل لابد له أن ينجلي ولله الحمد وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصر لإخواننا